اهلا بكم متابعي قناة الاستاذ الناجح لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لكي ينتشر الفيديو ويصل الى اكبر عدد ممكن من المتابعين على بركة الله نبدأ ما سنتعلمه في هذا الدرس هو استعمال العلاقات بين مختلف الوحدات الوحدات الخاصة بالساعات وايضا لتلاميذ سنة الرابعة عدرا تلاميذ سنة الخامسة والأولى متوسط هذا يهمهم جدا استعمال الكسور والآ والأعداد العشرية للتعبير عن وحدات القياس ركزوا معي جيدا لاحظ الشكل المقابل وأجب عن الأسئلة التالية إلى كم من جزء قسمت القرورة مع العلم أن هذه القرورة سعتها واحد لتر سأقوم بتكبير الصورة لكي تكون واضحة لتلاميذ الأعزاء هكذا لاحظوا معي ها هي القرورة أمامكم إلى كم من جزء قسمت لنحسب معا واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة أكيد قسمت بهذا الخط الأحمر لنحسب معا مرة أخرى واحد اثنان اثنان تلاتة أربعة خمسة إذن نضع الإجابة ماذا؟ عدرا قسمت القرورة إلى خمسة أجزاء متساوية ماذا تسمى هذه الأجزاء؟ درسناها من قبل في السنة الرابع أجزاء كلية سنعود إليها الكل إلى كم من جزء؟ واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة الآن أريد أن أعرف كم شارب محمد من جزء هيا نذهب إلى الشكل المقابل الذي شاربه محمد هو باللون الأخضر أعزائي تلاميذ كم من جزء شاربه محمد؟ واحد اثنان تلاتة أربعة كلها باللون الأخضر إذن كم شارب محمد من جزء؟ شارب محمد أربعة أجزاء من كم أعزائي تلاميذ؟ قلناها منذ قليل من خمسة أجزاء لاحظوا معي محمد شاربه من هنا من الجزء الأول إلى غاية نهاية الجزء الرابع شارب أربعة أجزاء من خمسة وهي الكل إذن نقول شارب محمد أربعة أجزاء من خمسة أجزاء كلية إذن نعبر عن الكمية التي شاربها عدرا هنا محمدة شاربها محمد بالكسر التالي قبل أن أجيب عن هذا السؤال نتذكر معا درسا أخذناه في السنة الرابعة أولا هذا يسمى خط الكسر ما نكتبه من الأعلى هو البسط من الأسفل ماذا نكتب؟ المقام في درس الأول للكسور تعلمنا التعبير عن الكسور أو قيم الكسور لمن يريد مراجعة هذا الدرس يظهر أمامكم رابطه الآن هنا إذن البسط ماذا نضع فيه أعزائي؟ الأجزاء والمقام ماذا نضع فيه أعزائي؟ نضع فيه الكل أو الأجزاء الكلي في ماذا ستفيدنا؟ ستفيدنا في التعبير عن الكمية التي شاربها محمد بالكسر ونلاحظ أن الوحدة وحدة السعات هي اللتر إذن لنرجع إلى الشكل المقابل قلنا أن محمد شارب كم؟ شارب أربعة أجزاء أين نضعها أعزائي التلاميذ؟ هل أضعها في الأجزاء أم في الكل؟ شارب محمد أربعة أجزاء نضعها ماذا؟ في ماذا؟ في الأجزاء إذن شارب محمد أربعة أجزاء من كم؟ من خمسة أجزاء كلية إذن البسط نضع فيه الأجزاء التي شاربها والمقام ماذا نضع فيه؟ الكل الأجزاء واحد اتنان تلاتة أربعة هذه التي شاربها من كم؟ من خمسة أجزاء كلية نضعها في المقام إذن نعبر عن الكمية التي شاربها محمد بالكسر التالي أربعة من خمسة لتر إذن ما هو عدد الأجزاء المتبقية؟ عبر عنها بكسر دائما نستعينه بالشكل لاحظ معي قلنا شارب واحد اتنان تلاتة أربعة ماذا بقي لنا؟ بقي لنا هذا الجزء الأخير وهو الكمية التي المتبقية كيف نعبر عنها بكسر؟ أولا نبدأ بالكل الكل يا أعزاء التلاميذ لا يتغير بتات إذن الكل يبقى خمس لماذا؟ لأننا قصمناها إلى خمسة أجزاء أما المتبقي هو كم؟ هل أقول أربعة؟ لا الأربعة هي الأجزاء التي شاربها بقي لنا جزء واحد إذن الواحد أين أكتبها؟ في الأجزاء أو في البسط إذن شارب أربعة على خمسة لتر وبقي واحد على خمسة لتر إذن عدد الأجزاء المتبقية هو واحد جزء واحد ونعبر عنه بالكسر التالي دائما أعزاء التلاميذ تذكر أن الكل لا يتغير ها هو خمسة خمسة الكل لم يتغير وهنا ماذا نضع؟ واحد لأنه بقي لنا جزء واحد من خمسة الآن ننتقل إلى التحويل بين الوحدات وبكتابات مختلفة على بركة الله لاحظ معي قال لي 3 لتر تساوي 30 دي سلتر لنتأكد من هذه المعلوم قلنا أنه في أي جدول جدول الأطوال أو الكتل أو أسعات دائما ما أضع رقم الوحدات ها هو رقم الوحدات أعزاء التلاميذ أين أضعه؟ أضعه في الوحدة هيا لنأخذ التالاتة ونضعها في الوحدة المطلوب التالاتة أين أضعها؟ في اللتر مثلا لو كانت عندي 13 لتر ماذا أفعل؟ سأضع الواحد من هنا هنا عندي فقط 3 لتر نركز دائما على رقم الوحدات إذن أقول 3 لتر أريد أن أحولها إلى الديسلتر هل تساوي بالفعل 30؟ سنتأكد من ذلك أين الديسلتر؟ هذا نقول ديكالتر ديكالتر وهذا ديسلتر أنا أريد أن أحول إلى الديسلتر أين أضعه السفر؟ أضعه السفر هل وصلت إلى الديسلتر؟ نعم أقول 3 لتر تساوي 30 ديسلتر الآن عندي 45 ديكالتر أريد أن أحولها إلى 450 لتر أريد أن أحولها إلى لتر هل بالفعل تساوي 450 لتر؟ لنتأكد من ذلك أولا أقول دائما رقم الوحدات أين أضعه؟ في الوحدة المطلوب رقم الوحدات 5 أنا أضعه في الديكالتر هيا لنكتب هنا 5 أين وضعتها؟ في الديكالتر لكي أكتب 45 هل أكتب الأربعة من هنا أم من هنا؟ من هنا أكيد أريد أن أحولها إلى اللتر عندما أنتقل في هذا الاتجاه أضيف الأصفار هل وصلت إلى اللتر؟ نعم هل أتوقف؟ نعم لاحظوا معي 450 لتر الآن تختلف قليلا 5 سنتيلتر أريد أن أحولها إلى اللتر هل تساوي هذه النتيجة؟ سنتأكد من ذلك عندي خمسة سنتيلتر أين السنتيلتر؟ ديس سنتيلتر سنتيلتر مليلتر إذن أين أضع الخمسة؟ سأضعها هنا خمسة سنتيلتر أريد أن أحولها إلى اللتر هل أمشي في هذا الاتجاه أم هذا الاتجاه؟ أكيد إلى اليسار هل وصلت؟ لا هل وصلت؟ نعم ماذا يجب أن أفعل؟ بما أنني أحول من سنتيلتر إلى اللتر يجب أن أضع الفاصلة الفاصلة هل أضعها هنا؟ لا كمعلومة درسناها من قبل قلنا أن الفاصلة أين توضع؟ توضع في الوحدة المطلوبة عند اللتر أين أضع الفاصلة؟ أضعها هنا مع رقم الوحدات وتصبح النتيجة 0.05 وأنا صحيح الآن شيء مغير مئة وسبعة عشر مليلتر دائما رقم الوحدات أضعه في الوحدة بعد ذلك ماذا أفعل أعزائي التلاميذ؟ سأضع السبعة في ماذا؟ في المليلتر ها هي السبعة مليلتر لكي أكمل مئة وسبعة عشر أين أضع؟ واحد واحد أريد أن أحولها إلى ماذا؟ إلى الديكالتر أين الديكالتر؟ ها هو هل وصلت إلى الديكالتر؟ لا هل وصلت إلى الديكالتر؟ نعم بما أنني أحول من المليلتر إلى الديكالتر سأضيف الفاصل الفاصلة أين أضعها؟ في الوحدة المطلوبة وهي الديكالتر وتصبح عندي 0.017 الآن شيء هذا الجزء الثاني سأتركه غدا إن شاء الله مهم جدا حاول في هذا الجزء وغدا سنضع الحل بإذن الله تعالى عزائي التلاميذ لا تنسى فضلا وليس أمرا الضغط على زر اللايك لكي يساعدنا في نشر هذا الفيديو في أمان الله